السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي الفني جميع النوعيات في مادة الرياضيات وهناخد النهاردة الوحدة التانية اللغة التمان احنا كنا شرحنا مع بعض الوحدة الأولى الأسس والجذور وهنلاقي ان فيه تشابه كبير وفيه ترابط بين الأسس وبين الجذور ومع الدالة اللغة التمية وازاي نحل الدالة اللغة التمية وازاي نحل الدالة الأسية وهنشوف العلاقة اللي تربط بين الدالة اللغة التمية والدالة الأسية وهو ده هيكون مفتاح حلقتنا النهاردة هنبدأ مع بعض اللغة التمات بيقولي الدالة الأسية شكلها ازاي اللي احنا شفناها الحلقة الماضية دال سين تساوي أو صاد تساوي ألف أس سين يعني ممكن أقول للدالة دال سين أو ممكن أقول صاد يعني أقول دال سين بيساوي ألف أس سين أو صاد بيساوي ألف أس سين طيب الدالة اللغارتمية سين تساوي لغارتم ده رمز اللغارتم اللي هو لو صاد للأساس ألف وهناك شرط إن الألف لا يساوي الواحد طيب الألف اللي هنا بنسميها إيه والألف اللي هنا بنسميها إيه نفس الاسم الأساس لأنها تحت طيب سين اللي هنا هنسميها إيه هنا هنسميها الأس أما سين هنا هتسمى اللغة ربه هو ده الاختلاف اللي عندي طيب لو أنا أعطت لك مثال على هذا الكلام وبقول لك أنا عندي 8 بتساوي 2 أس 3 بتقول لي دي دالة قصية عايز أحولها للدالة اللغة رتمية الأساس بتاعك فين الاتنين يبقى هتكتب اللغة رتم وهنا اتنين طيب العدد بتاعك كام تمانية يبقى هقول له لغة رتمي تمانية للأساس الاتنين هيساوي القص ده هو الناتج بتاع اللغة رتم يعني هيساوي كام 3 يبقى تمانية بتساوي اتنين قص تلاتة دي الدالة القصية الدالة القصية حولتها للدالة اللغة رتمية ازاي عملنا ايه قلت الاساس ده هو نفسه الاساس هنا والعدد اللي هو قدام اللو والقص هو اللغة رتم يبقى التلاتة ده ايه اللغة رتم اللي هو المطلوب عندي يبقى لغة رتمية تمانية تقرأ هكذا لغة رتم تمانية للأساس اتنين تساوي تلاتة دي طريقة القراءة بتاع ايه اللي عندي الدالة اللغة رتمية جميل اول تعال نشوف الخواص انا عندي ايه خواص للدالة اللغة رتمية هقول لك اول حاجة العدد اللي هو الاساس ده ده عدد حقيقي موجب يعني ماينفعش سالم ادي اول حاجة وان الالف لا يساوي الواحد يعني ماينفعش ان هنا عندي حط ايه الالف واحد جميل نطاق الدالة المجال بتاعي هو قيم صاد اللي هو مجموعة الاعداد الحقيقية الموجبة فقط يعني حزائل المجموعة الاعداد الحقيقية ايه الموجبة يعني معنى كده ان ما فيش لغة رتمية للأعداد السالبة اه يبقى دي اول واحدة لا يوجد للاعداد السالبة لغة رتمية طيب لكل عدد حقيقي موجب لغة رتمية وحيد فقط يعني التمانية للأساس اثنين هو تلاتة فقط ما يطلعش مثلا عدد تاني اربعة او خمسة لا يبقى له كل عدد حقيقي موجب لغة رتمية ايه فقط طب عندي ايه كمان هللاقي ان الدالة اللغة رتمية تزايدية الدالة اللغة رتمية تزايدية يعني كلما زادت قيمة صاب زادت قيمة سين واحد يقول لي يعني ايه الكلام ده اقول لك تعالى مش احنا لسه جايبين لغة رتمة التمانية للأساس اتنين بتلاتة تعالى نشوف اكبر من التمانية اتنين وتلاتين اربعة وستين لنفس الاساس طيب اتنين قس كام بتسوي اتنين وتلاتين واحد يقول لي قس خمسة صح طب زود الاربعة وستين هل العدد ده يزيد اه الاربعة وستين بتسوي اتنين قس ستة يبقى انا عندي كلما زاد العدد صاد كلما زاد اللغة رتمية يبقى دي من ضمن الخواص الدالة اللغة رتمية تزايدية كلما زادت قيمة صاد زادت قيمة سين طيب برضو هناك خاصية مهمة جدا هتنفعني في حل التمرين اذا تساوت الاعداد تساوت لغارتماتها لنفس الاساس والعكس صحيح يعني ايه الكلام ده يعني لو انا قلت لك هنا لغارتم سين للاساس تلاتة يساوي لغارتم تمانية للاساس تلاتة مثلا طيب انت هنا مش نفس الاساس يبقى اكيد السين هتساوي تمانية يعني انت ممكن تحزي في اللغارتمة الاساس تلاتة مع بعض يطلع لك سين بالساوي ايه تمانية طيب تعالوا نشوف نحل تمرين ازاي نحول من الصيغة الاسية للصيغة اللغارتمية والعكس وازاي نطلع قيمة ايه الناتج تعالوا نشوف الجدول اللي معايا ده كده بيقول لي ايه بيقول لي اكمل الجدول الاتي المعادلة اللغارتمية المعادلة الاسية قيمة المجهول اللي عندي انا هجيب لك واحدة وانت هجيب التانية واعرفنا ازاي بنحول لغارتم سين للاساس خمسة يساوي خمسة طيب من لغارتمة اللي المعادلة الاسية بتعملها ازاي انا كنت بقول لي للطلاب قبل كده ايه اللي قدامي اللو ده خليه لوحده يعني السين خلاها في طرف جميل ونزلي الاساس قس العدد طيب العدد كام خمسة يبقى سين هتساوي خمسة قس خمسة سين هتساوي كام خمسة قس خمسة تعال نعملها بالحسبة ادي خمسة قس خمسة يطلع عندي تلات تلاف مية خمسة وعشرين يبقى قيمة المجهول تلات الاف مية خمسة وعشرين المسألة خلصت قال مسألة خلصت حولت من دلة لغارتمية او صيغة لغارتمية او صورة لغارتمية اي مكان او اي لغة تعجيبك في هذا الكلام احولها للصيغة الاسية او الدلة الاسية او الشكل ايه على صورة المعدلة الاسية طب انا عملت ايه حولت من اللغارتم الى القس وجبت قيمة المجهول اللي عندي تعال نشوف واحدة كمان لغارتم صاد للاساس تسعة بتساوي صفر طب انت قلت اللي امام اللو لوحده يبقى صاد تساوي الاساس كام تسعة قس صفر طب انت عندك اي عدد مع عدل واحد والصفر لما يكون مرفوع لقس صفر بكم يا استاذ بواحد يبقى هنا الصاد هتساوي واحد طب لغارتم عيل للاساس اربعة تساوي صالب اربعة هقول له عيل هتساوي اربعة قس سالب اربعة طب ما هدي ممكن انزلها تحت اه يبقى اربعة قس موجب اربعة تحت طب اربعة قس اربعة بكام انا خلي بالك عملت الواحد في البسطة هو عشان احطها في المقاب طب لو انت مش عارف ان اربعة قس اربعة متين ستة وخمسين تعال لنشوفها اربعة قس اربعة متين ستة وخمسين ما انا هحافظ مربعات الاعداد طيب تعالوا بقى انشوف العكس انا عندي بقى هجيب لك الصورة الأسية الدلة الأسية الصيغة الأسية وطالبها على الصورة إيه اللغرة 100 أو الدلة للغرة 100 تعال نشوف اتنين أسسين بيساوي 32 طب هتعمل إيه هقولك حبت اللغرة ونزلي الأساس الأول الأساس كام اتنين أهو يبقى أنت كده إيه يعني نص الحل لحليته طيب اتنين أسسين بيساوي 32 أنا كنت بقول لك اللي امام اللو خليه في طرف لوحده يبقى اكيد الطرف العدد اللي في الطرف لوحده ده هو اللي هيكون امام اللو يبقى ده العدد اللي عندي يبقى لغة رتم 32 هيسوي كام سين طب انت محتاج السين واحد يقول لي 2 قص كام بيطلع 32 انا لسه جايبه لك من شوية 2 قص خمسة يبقى السين تساوي خمسة طب انا عايز اتأكد هتأكد هقوله 2 قص خمسة يساوي 32 يبقى انا كده جبت السين بكام بخمسة نفس المسألة 10 قص ميم تساوي 10 طب انا عرفتك بقى لغة رت حط الاساس الاول اللي تحت ده يساوي العدد ده كام 10 وهنا ميم طيب انت بتقول لي 10 قص كام يساوي 10 استاذ خلي بالك لو انت خليت الاساس ده واحد يبقى الاساس بيساوي الاساس فالاس يساوي الاس يبقى ميم تساوي كام واحد سؤال تاني كان عطيدي بقى اتدل اللغة رتمية وهنا مجهول وبيقول لي حولها للأسية اقول له مفيش عندي ادنى مشكلة خالص العدد ده كام 81 الاساس كام 3 اس العدد كام لم يبقى انت عندك 81 بيساوي 3 اس لا طيب الواحد وتمانين دي 3 اس كام انا ممكن اععد اجرب لو انا مش حافظ هقول له 3 مثلا اس 3 طلعت ب 27 لا ازود 3 اس 4 اه ب 81 يبقى اشله احول ال 81 ل 3 اس 4 طيب ماذا تلاحظ الاساس بيساوي الاساس فالاس يساوي الاس يعني اللم عندك بكام عندك بربعة ده كان السؤال الاول تعالى نشوف بقى ازاي استخدم الالة الحاسبة لاجاد لغارتم ومش كده وبس ده ازاي اجيب العدد لو انا اعطيك اللغارتم بتاعه يعني الطريقة عكسية يبقى اكيد هنستخدم يا استاذ شفت في المرة التانية اصح تعالى نشوف السؤال الاولاني بيقول لي اوجد باستخدام الالة الحاسبة لغارتم 15 طب خلي بالك بقى تعالى انت عندك لغارتم وعندك لن قال لك لغارتم ده للغارتمات المعتادة اللي هو الاساس بيبقى عشرة بس احنا ما بنكتبوش بنعمل ايه اتفق على عدم كتابته يعني انت محتاج لج لج 15 يبقى على طول هتجيب الالة وتقول له لج 15 يساوي تعالى نعملها مع بعض كده ادي اللج هي واكتب العدد 15 واضغط يساوي يطلع لي عندي واحد فصلة هكتبه عربي عشان ما فيش حد يطلقه بط واحد سبعة ستة كفاية ثلاث ارقام او اربع ارقام بالكتير انا عندي صفر تسعة لو انا قربتها هقول له واحد فصلة واحد سبعة ستة وممكن التسعة تتقرب تديني واحد مكان الصفر طيب هو ما طلبش مني اعداد تقريب لاعداد معينة او هقول له او منزلة معينة اقول له خلاص شكرا انا عندي ممكن اخد ثلاث ارقام او اربع ارقام طيب هنا بقول لي بقى العكس اوجد قيمة سين اذا كان لغاريتم سين بكذا يعني انا اعطيك اللغاريتم يعني مثلا مش انت عندك لغاريتم خمستاشر طلع الكلام ده لو قلت شفت لج العدد ده هيطلع لك خمستاشر تعالى نشوف في مسألتنا دي لج سين لغاريتم سين بالكلام ده انا محتاج سين بس هقول له شفت تعالى نشوف مع بعض اوه شفت لوج هيطلع لك عشرة اس واكتب العدد واحد فاصلة اتنين تلاتة اربعة خمسة واضغط يساوي اه يبقى انت هتعمل ايه استاد شفت لازم باكتبها لك عشان انت بعارف لوج وبعدين العدد واحد فاصلة اتنين تلاتة اربعة خمسة يساوي هيساوي كام سبعتاشر فاصلة واحد خمسة تسعة كفاية تلات ارقام يبقى انا جبت قيمة مين سين اذا عطاني ايه قيمة اللغاريتم خلني بالك استخدمت مين شفت شفت اللي هي تلقاها بزرار مختلف حسب الالة اللي معاك تعالى نشوف مسألة تانية لو كانت بالسالب عادي خالص هقول له برضو شفت لوج ماشي سالب فاصلة ستة تمانية واحد تلاتة يساوي تعالى نعملها بالحسبة مع بعض انت قلتلنا ايه شفت لوج جميل هيطلع لك عشرة قس واكتب العدد سالب فاصلة ستة ستة تمانية واحد تلاتة اضغط يساوي طلع عندي اتنين فاصلة الاول اتنين صفر تمانية كفاية العدد ده طيب يعني معناها لغاريتم سيل لما يطلع بسالب فاصلة لها ستتلاف تمنمية وتلاتاشر من عشر تلاف ماشي هيطلع عندي كام هيطلع عندي ميتين وتمانية منين من الف يبقى لو طالب اللغاريتم مباشرة تعمل له ايه تجيب له لوج مباشرة لكن لو طالب العدد وعطي قيمة اللغاريتم هتضيف بس قابليها ايه شفت يبقى شفت لوج ايه العدد الموضوع بسيط وسهت تعال نشوف حاجة تانية احنا مجهزين لك النهارة سؤال ممكن يجيلي اختيار من متعدد او اكمل احنا بنتكلم على الاسئلة الموضوعية مهمة جدا ممكن يجيب لي صح وخطأ ممكن يجيب لي اكمل ممكن يجيب لي اختيار من متعدد ده سؤال مضمون عندي تمام كده طيب انا عايزة اشوف الاسئلة اللي ممكن تيجي على اللغاريتمات من اختيار من بين الاقواص اللي هو الاختيار من المتعدد تعال نشوف السؤال الاولي يقول لي ايه اذا كان لغاريتم احنا بنقرأ ازاي سين للاساس تلت يسوي واحد فان سين تسوي كام انت تقول لي انا عايز احول الكلام ده الى دالة قصية اقولك تعال السين اللي واحدية هيه بالساوي الاساس اللي عندي قص العدد تلت قص واحد بكام يا استاذ بتلت شكرا خدت الاجابة الصحية طيب تعال نشوف سؤال تاني اذا كان لغاريتم سين للاساس سبعة يسوي صفر فان سين بيسوي كام اعمل نفس الخطوات اللي امام اللي هو عندك السين خليل واحده يسوي الاساس ينزل قص صفر مش انت لسه ايه يا استاذ اي عدد مرفوع للقص صفر مع عدد صفر او الواحد بيسوي واحد ايوه طيب ده سبعة سبعة قص صفر بكام بواحد يبقى نختار الاجابة واحد جميل طيب اللي بعدها اذا كان لغاريتم واحد من الف للاساس عشرة يسوي سين طيب تعال بسيطة خالص واحد من الالف كده بيسوي عشرة قص سين طيب واحد من الف دي كأنها واحد على الف صح طيب الالف عشرة قص ثلاثة يعني اخليها عشرة قص ثلاثة بس سطلعها فوق طيب مين يعرف هنغير ايه ها هنغير الاشارة يبقى عشرة قص ثلاثة تساوي عشرة قص سين وانت عندك القاعدة بتاع الحلقة الماضية بتاع الاسس بنعمل ايه اذا كان الاساس يساوي الاساس فانا الاس يساوي الاس على طول طيب انا عندي هنا الاساس كان عشرة والاساس هنا متحد огрشرة يبقى الاسس يساوي الاسس يقصين بساوي كام سالب ثلاتة اسئلة بسيطة وخفيفة واقدر اجيب منها درجات واضمن السؤال بتاعي طب واحد يقول لي انا ممكن بقى معنديش وقت دي يا استاذ او مش متأكد من الاجابة اقول لك تعالى جرب الاعداد دي بس هتاخد منك وقت شوية انت مش معندكش وقت بقى لان لو انت مش متأكد من الحل او بعد ما حلت عايز تتأكد ممكن تجرب بالاعداد دي لو طلعت عندك الاجابة هتقدر ايه تختار الاجابة الصحيحة وتتأكد من حلك تعالى تعالى نشوف بقى مع بعض برضو ازاي احل معادلة لغة ريتمية وهفكرك بالقعدة بتاع حل المعادلات الاسية اذا كان ايه الاساس يساوي الاساس فان الاسس يساوي الاسس طب انا لو عندي الاسس يساوي الاسس ايه اللي يحصل عندي تعالى نشوف كده انا عندي حكتين الاساس يساوي الاساس ده بيطلع عندي الاسس يساوي الاسس خلصانة ايه طيب الحاجة التانية بقى لو كان الاسس يساوي الاسس قالك بيطلع فيه حكتين اه الاساس بيساوي الاساس برضو عشان ما فيش حد يزعل معانا اهو يمين زي هنا اساس يساوي اساس اسس ساوي اسس اسس ساوي اسس يبقى اساس يساوي اساس ايه الجديد عندي بقى افرض عندي الاسس الاساس ما بيساويش الاساس قالك الاسس ينعدم الاسس ينعدم يعني ايه ينعدم يا استاذ يعني يساوي صفر يبقى كلمة ينعدم دي تساوي صفر طيب تعال ناخد سؤال على السريع كده عشان اقول لك ايه انت بتقول لي يا استاذ تلاتة قس سين بالساوي تلاتة قس خمسة اساسي ساوي اساس قس ساوي قس يعني سين بالساوي خمسة شكرا طيب سبعة قس سين بالساوي او هسمي دي سين وهسمي دي خمسة ماشي وهسمي دي خمسة انت عندك هنا مين الاس يساوي الاس يبقى الاساس يساوي الاساس يبقى هنا سين تساوي كام سبعة طيب انا هتدي لك حاجة تانية انا عندي بيقول لي سين ناقص واحد وهنا عندي هنا تلاتة وهنا عندي خمسة وهنا سين ناقص واحد بتقول لي الاس يساوي الاس يبقى الاساس يساوي الاساس هل هنا الاساس يساوي الاساس لا التلاتة لا تساوي الخمسة يبقى انا عندي دي مش هقدر استخدمها عشان كده هروح للحالة التانية القس ينعدم يعني سين نقص واحد بتساوي صفر يعني السين تساوي كم يا أستاذ تساوي واحد خلي بالك من الفرق بين ايه بين الاتنين جميل جدا تعالى نشوف بقى مسألتنا هو طالب مننا ايه وهنحل فيها ازاي بيقول لي ايه بقى بيقول لي عندي اذا تساوت اذا تساوت الاساسات ايه اللي يحصل تتساوى الاسس ودايما تجي لك الدالة اللغرتمية حولها للدالة الاسسية يبقى طريقة مفتاح حلك للمعادلة لغرتمية انك تحولها ايه للمعادلة الاسسية تمام طيب انت دايما بقول لك المعادلة صار بيسوي لغرتمي سيل للاساس الف بيقول لك مالها بيقول لك فقى ثلاث مجاهين اذا عرفت اتنين تقدر تجي بالتالتة بكل بساطة طيب تعالى نشوف القوانين بتاع اللغرتمات ايه العلاقة اللي بينها وبين الاسس ايضا تعالى نشوف كده القانون الاولاني لغرتمي سيل ضرب صار للاساس الف ايه ده ده ضرب واحنا الضرب مرتبط بالجمع يبقى يساوي لغرتمي سيل للاساس الف برضو زائد لغرتمي صاد للاساس الف يبقى انا حولت الضرب الى جمع طيب يا استاذ هو لو انا قدرت ان انا اعمل للعكس ينفع يعني عصدك ايه بقول لك لغرتمي سيل ضرب صار للاساس الف بيساوي لغرتمي سيل للاساس الف زائد لغرتمي صاد للاساس الف لو انا جبتها لك كده ينفع حولها كده اه ودي بنحل بها مسائل يعني تحط اللغرتم للاساس الف شاف الزائد ده تشيل اللغرتمي التانية وتضرب العددين في بعض وتضرب ايه العددين في بعض ده القانون الاولاني يبقى الضرب يحول الى جمع الضرب يحول الى ايه الى جمع طب تعال نشوف القانون الثاني لغرتمي سين على صاد للاساس الف طب دي قسمة مين اللي مع القسمة خلاص بقى ما نعرفت الضرب معاه جمع يبقى اكيد الطرح هو اللي مع القسمة يبقى لغرتمي سين للاساس الف نقص لغرتمي صاد للاساس الف طيب بعض القوانين ايضا وعشان هديك النتائج دي لغرتمي الواحد للاساس الف بيساوي صفر لغرتمي الالف لنفس الاساس بيساوي واحد اخر قانون عندي اللي هو لغرتمي سين قس نون انا بنزل القس قبل اللغرتم طيب تعالى نشوف كده الكلام ده يعني انت قلتلنا يا استاذ لغرتم الواحد لاي عدد هنا الخمسة مثلا هيصوي صفر طب لغرتم خمسة لنفس الاساس قالك بيساوي واحد طب لغرتم تلاتة قس خمس هتعمل فيها ايه هتود القس قبل اللو خلف اللو يبقى هتقول له خمسة لغرتمي ثلاثة كده انا جاوبتلك على ايه جاوبتلك على ايه القوانين اللي عندي وعطتلك امثلة عليها لغرتم واحد للاساس الف بيساوي صفر بقولك لغرتم واحد للاساس خمس غير الاساس على مزاجك ماشي معادة طبعا الواحد والصفر هيطلع عندي هنا ايه صفر طب لغرتم الف للاساس الف يعني العدد لنفس الاساس اهو لغرتم خمسة الاساس خمسة بيساوي ايه واحد طب لغرتم سين قس نون عطتلك مثال عليها اللي هي لغرتم تلاتة قس خمسة رجعت ايه الخمسة قبل اللغرتم يبقى خمسة لغرتم ايه نون ده كانت القوانين طب ايه هي النتائج ايه هي النتائج اكيد النتائج مشتقم القوانين وبتساعدني في حل برضو ايه التمارين تعال نشوف النتيجة الاوانية لغرتم سين ضرب صاد على عين ضرب لاب ده انت عندك بسط وعندك مقام عندك ايه بسط وعندك ايه مقام هيساوي لغرتم اللي فوق ناقص لغرتم اللي تحت يعني لغرتم طب اللي فوق ايه ضرب يبقى زائد تمام كده واللي تحت ضرب برضو بس هيبقى زائد لكن طالما اننا اللي اتنين عندي بالسالب تحت هيقول لي سالب لغرتم عين ناقص لغرتم لاب يعني هقوله اللي فوق بالموجب واللي تحت بالسالب تعال اعمل هلك بالبطيق هقولك لغرتم سين ضرب صاد وهنا عين ضرب لاب يساوي لغرتم اللي فوق سين ضرب صاد ناقص لغرتم اللي تحت عين ضرب لاب طيب حول لغرتم سين ضرب صاد يبقى لغرتم السين زائد لغرتم صاد ناقص عشان تعرف جات من اين لغرتم عين زائد لغرتم لان طب انت استاذ مطلعان لسالب اقولك ايوة لان عندك قوس قبله اشارة سالب انا هفك القوس يعني هشيل القوس ده يبقى تنزل دي زي ما هي لغرتم السين زائد لغرتم الصاد ناقص لغرتم عين وسالب في موجب سالب لغرتم لان عشان كده هطلعها لي في النتيجة ايه اللي اتنين بالسالب انا وضحتها لك اون طيب تعالى بقى نعمل خلطة بيتها مع بعض اتنين بالموجب هو واحدة بالسالب عايزة اعملها العكس اقوله الموجب احوله الضرب والسالب احوله القسمة تحت يبقى حط لغرتم كبيرة وقوله عين ضرب صاد على ميم يعني كأنك بترجع ده مرة تانية طيب ميم لغرتم سين شايف القانون ده انا برضو بعمل لك العكس انا ممكن اخلي العدد اللي قابل اللو يطلح في القس طيب ادينا سؤال يا استاذ نقدر نحل عليه برضو اقولك تعالي بقولك تلاتة لغرتم اتنين انت هترفع القس ده فوق يعني لغرتم اتنين قس تلاتة لو جات لك كده تقدر تنزع القس لو عندك القس تقدر ترفعه طيب بيفيدني الكلام ده اه بيفيدني في حل التمارين تعالا بقى نشوف لغرتم العشرة طيب مش انت بتقول دي اللغرتمات المعتادة واتفق بين الرياضيين ان احنا ما نكتبش الاساس طالما مش مكتوب يبقى معناه ايه للاساس عشرة وتسمى اللغرتمات المعتادة فلما اجي اقولك لغرتم عشرة هتقول لي ايه تقول لي اه ده المفروض للاساس عشرة واحنا بنقول لغرتم اي عدد لنفس العدد بيسوي واحد يبقى هنا لغرتم عشرة تسوي واحد اذا كتب بدون اللغرتم بدون اساس فبيقول ايه الاساس بيسوي عشرة جميل خالص تعالا بقى نحل مسائل مع بعض ونشوف هنحلها ازاي ولو ايه اه ادرت ان انا احلل اه معاك ولو وازم تكون حافظ مربعات الاعداد ومكعبات الاعداد من فضلك ابني وبنتي لابد انك انت تبقى حافظ مربع الاعداد ومكعب الاعداد ليساعدك جدير جدا طيب بيقول لي اوجد قيمة كل من ما يأتي لغرتم اربعة وستين للاساس اتنين هقول له الكلام ده انا ممكن اساويه بالسين واقول له الاربعة وستين بالساوي اتنين قس سين انت محتاج تجري في قيمة السين طيب الاربعة وستين يا استاذ ده ممكن احللها اتنين قس كام طيب انت ناسي هقول لك تعالا هاتي الالة واعمل اتنين قس تلاتة مثلا طلع بتمانية لا يبقى لسا اكبر اتنين قس خمسة اتنين وتلاتين لا يبقى اللي بعديها اتنين قس ست اه اربعة وستين يبقى انا عرفتي دي كام يا استاذ ست طيب ما انت عندك القاعدة الاساس بيساوي الاساس فالقس يساوي القس يبقى اللغة رتم ده النتج هيساوي كام ست طيب اقدر حلها من غير مفرد سين يا استاذ بس تقر تقدر تقدر انك انت تلا ما تعودت على انك انت تعرف ايه تتجيب ايه وتحلل اطح صح عادي تعال نشوف كده لغة رت واحد على ميتين تلاتة واربعين ميتين تلاتة واربعين دي اكيد 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 زي الاساس ده هيطلع عدد تلاتة قس كام فانا اجي هنا بالحسبة واقول له تلاتة قس خمسة مثلا اطلع عدد ميتين تلاتة واربعين يبقى دي قس خمسة طيب العدد ده فين ده في المقام يطلع فوق في البسط نعمل في ايه ها قالك هنغير اشارة القس يبقى تلاتة قس سالب خمسة جميل اوي طب انا عندي قانون بيقول لي ممكن انزل العدد ده يبقى سالب خمسة تنزل واقول له لغارتم تلاتة للاساس تلاتة اللي هو بكام بواحد يبقى يساوي سالب خمسة يبقى انت عندك ايه الطريقتين تفرض بسين عشان تطلع اساس بيساوي اساس يبقى قس يساوي قس او تتعامل مع المسألة باللغارتمات لحد ما هتلاقي لغارتم العدد لنفس الاساس بواحد يروح يعني يطلع عندي سالب خمسة تعال نشوف المسألة التانية سهلة لغارتم الف للاساس عشر انت كتبت الاساس ايه مفعادي ما انا بفكر اكوا لغارتم الف يعني عشرة قس تلاتة وهنا عشرة طب هنعمل ايه هنزل القس اللي عندي اللي هو التلاتة ده يبقى تلاتة لغارتم عشرة لاساس عشرة وده احنا عارفينه بكام يا استاذ بواحد يعني تلاتة ضرب واحد يساوي تلاتة جميل جدا تعال نشوف بقى حل لمعادلات لغارتمية هنعمل فيها ايه انت قلتني يا استاذ المفتاح ان انا حولها الى دلة قسية ثم هتعامل معها تعال نشوف لغارتم اتنين ناقصين ناقص تلاتة اتنين سين ناقص تلاتة للأساس خمسة يساوي اتنين انت هتعمل ايه يا استاذ قال لك هتيجي عامل الاساس اللي هو خمسة اهو وتقوله اتنين سين ناقص تلاتة العدد يساوي الاساس خمسة قسة اتنين طب خمسة قسة اتنين بكم يا استاذ بخمسة وعشرين هتقوله اتنين سين تساوي الخمسة وعشرين تنزل وديه له سالب تلاتة ايه الحارة التانية الجهة التانية وغير اشارتها يبقى زائد تلاتة يبقى اتنين سين بكم بتمانية وعشرين اتنين سين بتمانية وعشرين تقدر تجيب لي قيمة السين اه هنقسم تمانية وعشرين على اتنين يبقى اربعتاشر خلص الحال عايز تتأكد اه ممكن تضرب هنا اتنين فاربعتاشر بتمانية وعشرين ناقص تلاتة خمسة وعشرين لغة رتم 25 للأساس 5 ب2 صح تعال نشوف اللي بعدها نفس الطريقة هقوله ال81 هتساوي 2 سين قصة 4 2 سين قصة 4 طيب انت عندك يعني الرياضيات عندنا ما شاء الله تقدر تحل بكذا طريقة ويوصلك نفس الحل انا ممكن اعمل ايه 2 قصة 4 الوحدية وسين قصة 4 وبسط او على طول اقوله ال81 3 قصة 4 وهنا 2 سين قصة 4 طيب هتؤدي الى ايه الاساس يساوي الاساس لا يا استاذ ده انا عندي الاس يساوي الاس هقوله بما ان الاس يساوي الاس عندك حكتين الاساس يساوي الاساس او الاس ينعدم انا مش محتاج الاس ينعدم لانا مش هينفع ده عدد متساوي يبقى انا عندي الاساس عندي 2 سين يساوي 3 طب اتنين سيم بتلاتة يبقى السيم بكام? قال لك بواحد ونص. يعني تلاتة على اتنين بواحد ونص. لو عوضت هنا عندي هيطلع ايه? نفس الهد. كده انا حلت ايه? معادلة لغرتمية. تعال نشوف. وده سبقنا ان احنا قلنا لك اللغرتمات المعتادة هي اللي كون اساسها ايه? عشرة. وازاي ان انا اجيب اللغرتم وازاي اجيب العدد ازا اعطت لك اللغرتم ايه بتاعه? تمام. تعال بقى نشوف اختصر. بقول لي اختصر ستمية خمسة وعشرين ناقص مية خمسة وعشرين ناقص خمسة انا عايز احلها لك بطريقتين. احللك دي بالطريقة المعتادة واحللك دي لو استخدمت ايه القوانين? جميل كده? ركز معي. انا بقول لك لغرتم خمسة ستمية خمسة وعشرين. الستمية خمسة وعشرين ممكن اقول لك خمسة قس كام? تعال نشوف كده. اكيد. يعني انا متأكد ان هي ممكن تكون خمسة قس اربعة. صح. ناقص. لغرتم. المية خمسة وعشرين خمسة قس تلاتة. ناقص. لغرتم الخمس. طب استخدم القانون. نزل الاربعة. لغرتم خمسة. نزل التلاتة. لغرتم خمسة. ناقص لغرتم خمسة. خد عامل مشترك اللي هو لغرتم الخمسة. وعندي هنا يساوي اربعة ناقص تلاتة ناقص واحد يساوي. اربعة ناقص اربعة بصفر. صفر في لغرتم خمسة بصفر. المسألة خلصت. طب واحد تاني يقول لي تعالى مش انت كان عندك نفس اللغرتم? طب ما تيجي تطبق لي اللي انت عملته ده. اقول لك هعمل لك هنا. بس رجع لي دي الاول. ورجع لي دي الاول. ليه? عشان انا هشيل اللو. هخلي له واحدة بس. فهنزل دي زي ما هي. زائد. لغرتم تلاتة قس اتنين. ناقص. لغرتم تلاتة قس خمسة. زائد لغرتم خمسة وعشرين. زائد لغرتم اربعة. وحط له كبيرة كده. وشرط الكسر. اللي اشارته موجب يبقى فوق. واللي اشارته سالبي يبقى تحت. متفقين? اه. يبقى سبعة وعشرين. والاشارة ايه? ضرب. تلاتة قس اتنين. ضرب خمسة وعشرين. ضرب اربعة على تلاتة قس خمسة. طب يا استاذ. انا عندي لغرتم هو. سبعة وعشرين دي تلاتة قس تلاتة. وهنا تلاتة قس اتنين تقريبا يعني مش تقريبا ده اكيد. تلاتة قس خمسة. وانا عندي تلاتة قس خمسة تحت. طب دول يروحوا مع بعض. يبقى هضرب خمسة وعشرين فاربعة بمية. طب لغرتم المية يعني لغرتم عشرة قس اتنين. وخلي بالك طالما ما كتبتش. يبقى لغرتم معتاد. يعني عشرة. يعني هيطلع اتنين لغرتم العشرة. طب لغرتم العشرة بواحد يا استاذ. يبقى اتنين في واحد بيسوي كام? بيسوي اتنين. طب واحد يقول لي هل كنت ممكن اعملها احللها? كنت ممكن تقدر تحللها. طب لو واحد مش عارف دي. هل يقدر يعملها باستخدام الحسبة على طول? اه. تعال نشوف كده. انت عندك سبعة وعشرين. ضرب. انا بطلع لك العدد. تلاتة قس اتنين بتسعة. ضرب خمسة وعشرين. ضرب اربعة. يساوي العدد ده. تقسيم تلاتة قس خمسة. تلاتة قس خمسة اهو. اللي هو ميتين تلاتة واربعين. الناتج يساوي كام مية عندك على الشاشة. يبقى لغرتم المية. اقدر ان انا كنت ممكن احطها تحت اللج كله. وممكن اقول له لج المية اهو. طلع عندي كام. انا عملت العشرة. هقول له لج المية. يساوي كام اتنين. وطلع الناتج اللي عندي. جميل جدا. تعالوا نشوف مسألة ظريفة بتيجي دايما في الامتحانات. وبيكون اعطيك اه معطى. ويقول لي اوجد قيم المقادير دي. بيعتمد بقى على ايه? ازاي تحلل وازاي ترفع القس. اذا كان لغرتم اتنين يساوي فصلة تلاتة صفر واحد صفر يعني تلتمية واحد من عشر تلاف. اوجد قيم المقادير الاتية. لغرتم التمانية. انا مش اعطيك الاتنين بس. وطبعا مش هينفع تجيبها باستخدام الايه? الادة الحسبة. ده انا لازم تستخدم فيها العمليات بتاحتك. هتعمل ايه? هتقول لي لغرتم التمانية دي. انا عارفها اتنين قس تلاتة. والتلاتة اتفقنا تنزل فين? قبل اللوق. يبقى تلاتة لغرتم اتنين. التلاتة تنزل. اشيل بقى لغرتم اتنين واكتب قيمته. تلاتة صفر واحد. اضرب تلاتة في واحد بتلاتة. تلاتة في صفر بصفر. تلاتة في تلاتة بتسعة. وحط العلامة. يبقى لغرتم التمانية طلع تسعمية وتلاتة من الف. ايه الجمال ده? ده بسيطة خالص. تب تعالي نشوف لغرتم اربعة من عشرة. يعني لغرتم. اربعة على عشرة. طيب دي ايه قسمة? يبقى لغرتم اربعة نقص لغرتم عشرة. جميل خالص. طيب الاربعة دي اساس لغرتم اتنين قس اتنين. ولغرتم العشرة انا عارفه بواحد. لان الاساس عندي هنا لغرتم معتادية على الاساس عشرة. طيب اللي اتنين تروح فين? اتنين ضرب. اشيل بقى لغرتم اتنين وقت بقيمتها. ناقص الواحد. انا بقى هعملها بالقالة الحزبة على طول. مش محتاجة. يبقى ستة فاصلة واحد ناقص واحد. يعني كأنك بتطرح الكلام ده من الواحد صحيح. بس بالسالب. هيطلع سالب. وتكمل على ده. هيبقى تسعة. ها تسعة. وعندي هنا ايه? آآ تلاتة. فاصلة تنزل. ماشي? تعالى برضو اتأكد. انت بتقول له فاصلة ستة صفر واحد. ناقص الواحد. هي انت عندك كام? فاصلة تلاتة تسعة تسعة وبالسالب. جميل خالص. تعالى نشوف اللي بعدها. لغرتم اللي اتنين من عشرة. ما لها? اتنين من مية دي. دي كتا اربعة من عشرة. اتنين من مية اربعة وستين من الف. عشان بنزود ايه واحد? هقول له لغرتم زي اللي عملته. اتنين على مية. يساوي. لغرتم اتنين ناقص لغرتم المية. طيب لغرتم الاتنين معروفة. اهي. ناقص. طيب لغرتم المية كام. انت لسه جايبها دلوقت. باتنين. يبقى انا هقول له بالقالة الحسبة. فصلة. تلاتة صفر واحد. تلاتة صفر واحد. ناقص اتنين. طلع عندي سالب. واحد صحيح. فصلة ستة تسعة تسعة. المسألة خلصت. تعالى نشوف مسألة برضو ايه? تاني. لغرتم اربعة وستين من الف. الفكرة واحدة. يبقى هقول له لغرتم اربعة وستين على الف. جميل. طب اربعة وستين على الف. دي قسمة. يبقى هنحولها لطرح. ناقص لغرتم الالف. طيب. انت عندك لغرتم اربعة وستين. اتنين قس كام يا استاذ? انت لسه جايبها دلوقت. اتنين قس ستة. ناقص. لغرتم الالف هعمل لك مرة تانية. عشرة قس تلاتة. يبقى يساوي. الستة لغرتم اتنين ناقص تلاتة على طول. لانه لغرتم العشرة اتفقنا انها بواحد. طيب ستة مضروبة في لغرتم اتنين. يبقى ستة في فاصلة. تلاتة صفر واحد. ناقص تلاتة. اعملها بالحسبة. هقول له ستة. ضرب فاصلة. تلاتة زير واحد. طلعت بيساوي واحد كزا. هقول له ناقص التلاتة. هيطلع عندي كام بقى? سالب. ايوا. واحد فاصلة واحد تسعة كام اربعة. جميل خالص. تعال نشوف مسألة تانية اه شابه دي شوية. بس انا ممكن ادي لك اكتر من لغرتم. يعني ممكن ادي لك انا في المسألة لغرتم اتنين وتلاتة وخمسة وسبعة اعداد ايه? وتشوف معاي. تعال نشوف المسألة دي. اذا كان لغرتم اتنين. اه لسه جايبين من شوية. ولغرتم تلاتة. فاصلة اربعة سبعة سبعة واحد. ولغرتم خمسة فاصلة ستة تسعة تسعة واحد. ولغرتم السبعة فاصلة تمانية اربعة خمسة واحد. اوجد قيم المقادير الاتية. طيب بيقول لي ايه? لغرتم اربعتاشر. الاربعتاشر دي اكيد حاصل ضرب عددين. صح? يبقى لغرتم احنا نكس استخدامنا القسمة اتنين ضرب سبعة. يساوي. طب ده الدرب بنحوله لايه? الى جمع. يبقى لغرتم اتنين زائد لغرتم سبعة. طب لغرتم اتنين عطيك قيمتها ايوة. تلاتة صفر واحد صفر. زائد. لغرتم سبعة عطيك قيمتها ايوة. اربعة سبعة سبعة واحد. اجمع دول. تعال نجيب الحسبة بتاعتنا ونجمع. هقول له فاصلة تلاتة صفر واحد. زائد. فاصلة اربعة سبعة سبعة واحد. طلع الناتج عندي كام? فاصلة? سبعة سبعة تمانية واحد. المسألة خلصت. طيب او الجزئية دي خلصت يعني. طيب لغرتم الميتين. قال لك بسيطة دي. دي تقريبا عدت يعني علينا اتنين ضرب مية. صح? يبقى لغرتم اتنين زائد لغرتم المية اللي هي عشرة قس اتنين. يعني لغرتم اللي اتنين. اهي زائد. عشرة قس اتنين اللي اتنين هتنزل اللي هي اتنين على طول. طيب دي مش محتاجة ان انا استخدم الالة. عدد صحيح مع عدد كسري. نزلهم الاتنين جنب بعض وحط العلامة بتحتك. يبقى تلاتة صفر ايه? واحد. جميل. تعال نشوف برضو العدد اللي بعده لغرتم الواحد وتمانين. لغرتم الواحد وتمانين دي تلاتة قس اربعة يا استاذ. صح? طب استخدم القانون. الاربعة تنزل. يبقى اربعة لغرتم تلاتة. انا اعطيك لغرتم تلاتة? ايوة. يبقى اربعة ضرب بفصلة. اربعة سبعة سبعة واحد. اضرب للك الكلام ده فاربعة. اقول له تعال. اربعة ضرب فصلة سبعة سبعة. لا. اربعة ضرب. فصلة اربعة الاول. سبعة سبعة واحد. الناتج بيطلع كام? واحد. فصلة تسعة صفر تمانية اربعة. تعال نشوف جزر خمسة. ايه الفكرة بدي? اقول لك الجزر مش انت بتحول اقول لقص? يعني خمسة قص نص. الله. طب هتبقى زي دي? اه. يبقى نص لغرتم خمسة. النص ينزل. واقول له لغرتم خمسة انا عطيلك بايه? ستة تسعة تسعة زيرو. يعني كأنك بتضرب في نص او تقسم على اتنين. خلي بالك عشان الطالب برضو ايه? سحن نفسك. انا عندي فصلة. ستة تسعة تسعة. ماشي? ممكن اضرب في نص او ممكن على طول اقسم على اتنين. هي هي نفس الفكرة. اهو. فصلة تلاتة اربعة تسعة خمسة. طب واحد يقول لي انا عايز اضرب في نص. اقول له تعالي. ادي فصلة. ستة تسعة تسعة. ضربه نص. نص يعني خمسة من عشر. اهو. نفس النادي. تلاتة اربعة خمسة ايه? تسعة خمسة. طبعا انا عندي عندي الايه? ممكن اقول لك انقسم على هنقسم على ايه? على اه اه اتنين او اضرب في ايه? في نص. كله نفس الكلام. طب لغاريتم تسعة على خمسة. قال لك يساوي لغاريتم تسعة ناقص لغاريتم خمسة. طب لغاريتم تسعة بكام? مش عندي. لغاريتم خمسة موجود. بس التسعة هو مش عندك اه. لكن هتقدر تقول له تلاتة قس اتنين. اه كده عندك بقى. ناقص لغاريتم خمسة. وعندي هنا الاتنين. يبقى اتنين لغاريتم تلاتة. ناقص لغاريتم خمسة. عوض بقى اتنين في لغاريتم تلاتة. يبقى اتنين في فصلة اربعة سبعة سبعة واحد. ناقص لغاريتم الخمسة. فصلة ستة تسعة تسعة. وطلع لإيه النافج جميل خالص تعال نشوف نوع تاني من المسائل برضو بقول لي اختصر لغاريتم الف الاساس اتنين زائد لغاريتم خمسة وثلاثين خمسة للاساس اتنين كله الاساس اتنين انا ممكن اعمل ايه اقدر ان انا احولها الى ايه استخدم القانون انزل لغاريتم اتنين زي ما هي واللموجة بيبقى فوق والسالي بيبقى تحت يعني عندي هنا الف دي بالموجة ضرب خمسة وثلاثين ده بالسالب سالب سالب تحت هنا سبعين ضرب ربعين ضرب خمسة وعشرين واضرب الناتج ده كله اشوف الناتج ده يطلع كام هقول له تعالي طبعا الالف في الخمسة وثلاثين اكتب لي الخمسة وثلاثين وحط تلت صفر مش محتاج تعملها بالقالة انت اللي محتاج تعمله بالقالة هنا السبعين ضرب اربعين ضرب خمسة وعشرين لو ان انا ممكن برضو اعملها لك بطريقة ايه مش محتاج الالة اربعة صفرهم لان عندك اربعين في خمسة وعشرين بالف في السبعين بسبعين الف طيب خمسة وثلاثين الف على سبعين الف دي اللي هو رتم كام يا استاذ خلي بالك للأساس كام اتنين دي طلعت نص يعني ايه يا استاذ يعني لغاريتم اتنين قس سالب واحد هتعمل ايه كمان هتنزل ايه القس اللي عندي يبقى سالب واحد في لغاريتم اتنين لأساس اتنين يعني يساوي سالب ايه واحد طب نفس الفكرة بتاع دي ايوة حط اللغاريت اعمل علامة الكسر اللي اشارته موجة فوق واعمل ضرب ارفع دي فوق يبقى سبعة قس اتنين عندي هنا خمستاشر من الف على اللي تحت واحد خمسة من مية ضرب كام اربعتاشر ونزل اللغاريتم طب انا ما كتبتلكش حاجة هنا يبقى معناها اللغاريتم ده ايه اللغاريتم ده للأساس عشرة اللغاريتم المعتاد طب تعالي نضرب بقى الكلام ده بيقولي فاصلة صفر اتنين ضرب سبعة قس اتنين سبعة في سبعة بتسعة واربعين يا استاذ على طول عشان نكسب وقت ضرب فاصلة صفر واحد خمسة طلع عندي بكام فاصلة صفر واحد اربعة سبعة طيب اضرب لي اللي تحت اربعتاشر ضرب واحد فاصلة صفر خمسة طلع عندي اربعتاشر وسبعة من عشر السبن الاتنين دول مع بعض واحد يقول لك انت هنا عندك علامة بعد اربع ارقام حرك دي اربع ارقام يعني هنا عدد حط ثلاثة اصفار يعني ايه استاذ الكلام ده يعني واحد سبعة اربعة وهنا واحد اربعة سبعة وحط ثلاثة اصفار طب دي تروح معادي يعني معناها لغاريتم واحد على الف طب ما انت عارف اللغاريتم الالف ده كام عشرة اصف تلاتة برافو عليك طب هو في المقام يطلع فين في البسط يبقى لغاريتم عشرة اصف سالب تلاتة يعني سالب تلاتة لغاريتم عشرة وانت عارف لغاريتم العشرة بكام بواحد لان الاساس بتاعي يعني الناتج عندي يطلع سالب ايه تلاتة جميل جدا احنا كده ايه اخر سؤال عندي ازاي نحل المعادلات اللي عندي ده اخر سؤال نختم به لغاريتم السين خمسة سين زائد ستة للاساس سين يساوي اتنين وسبعة قصة سين يساوي خمسة دي حلنا زيها خمسة سين زائد ستة يساوي سين قصة اتنين واحل معادلة هكتب لك واسبها لك خمسة سين زائد ستة يساوي سين قصة اتنين نقص خمسة سين نقص ستة سوي صف وحل الهالي قوسين طلع قيم السين انا يهمني هنا بقى هجيب لك معادلة زي كده ودي اللي احنا انختم بيها ان شاء الله سبعة قسسين بيسوي خمسة باخذ لغاريتم الطرفين يبقى لغاريتم سبعة قسسين يسوي لغاريتم خمس نزل السين يبقى سين لغاريتم سبعة يسوي لغاريتم خمس ومنها السين تسوي كام لغاريتم سبعة على لغاريتم كام خمس تعال اعمل لي بالحسبة بقى لغ سبعة يسوي تقسيم لغ خمسة يسوي الناتج عندي طلع كام واحد فاصلة اثنين صفر ايه تسعة احنا كده قدرنا نحل مع بعض حل معادلات لغاريتمية وطبعا افكرك مرة تانية ان انا لازم احولها للدلة القسية احيانا تيجيني معادلة ما اقدرش حلها الا باللغاريتمية يبقى باخد لغاريتم ايه الطرفين والى هنا تنتهي حلقة اليوم مع وعد بلقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته